السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم قيادة شرطة عفرين تصدر قرارا بإيقاف عمل الملازم محمد علي العامل في قسم المرور وذلك لحين صدور قرار اللجنة المسلكية بحقها وذلك على خلفية حادث لا تداء على مدير مدرسة في عفرين قيادة شرطة عفرين قالت أن دورها سابت في المحافظة على أمن المنطقة وأمن جميع المؤسسات وأنها على التنسيق مع مديرية التربية في حال وجود أي حالة تستوجب استدعاء أي معلم في أي قضية ويوم أمس اعتداء حد ضباط شرطة عفريني على مدير مدرسة عمر بن الخطاب وعلى أسارها نظم طلاب وقف أمام قصر العدل في المدينة مطالبي من محاسرة المسؤول عن الانتهاء السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لألكون عبد الغني منير شاب من أبناء مدينة حلب خرج من مدينته باتجاه تركيا قبل 9 سنوات وعمل في تركيا خلال هذه المدة منذ فترة تم ترحيله من تركيا باتجاه عزاز ولكن ضاقت به الأحوال هناك فقامت عائلته بالتسويت وضعه ودفع بدل خدمة عسكرية له فعاد إلى مدينته وفي أول حاجز المخابرات العسكرية قاموا باعتقاله وبعد فترة بسيطة عاد إلى عائلته جزة هامدة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له داخل الفرع المصدر الصحفي غسان ياسين